لا تعني استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الكثير بالنسبة للمتظاهرين الذين خرجوا مطالبين بالخدمات والقضاء على الفساد والبطالة ومعالجة مشكلة عدم الثقة بين الشعب والطبقة الحاكمة المتظاهرون قالوا ان الحكومة المستقيلة تحملت اخطاء النظام السياسي والحكومة السابقة الكل رئيس الوزراء بعد استقالة عبد المهدي باختيار الشعب وليس الاحزاب وليس الكتل وليس السياسيين هاي مختصر مفيد يكون اختيار رئيس الوزراء من ضمن الشعب الشعب هو اللي يختاره اما الاحزاب والتصويت هذا ما يصير اخرون طالبوا باجراء تغيير شامل وجذري للسياسة في العراق وابعاد الاحزاب عن السياسة استقالة عادل عبد المهدي ما تكفيني احنا نريدها شلع قلة حكومة ما نريدها احزاب ما نريده احنا هم ما نريدها استقالة عادل عبد المهدي تجيبوني واحد من الاحزاب لا الشعب يختار الشعب يختار اللي يريده ولي يخليه واحزاب ما شاركوا هاي الانتخابات الجاية ما كو حزب يشاركوا هاي الانتخابات الجاية يبدو أن استقالة رئيس الوزراء لن تضع نهاية للوضع الراهن إذ يصر المحتجون على رحيل كل مكونات النخبة السياسية الحاكمة وهذا مسعى قد يواجه برد عنيف منهم ما يضع العراق أمام سيناريوهات معقدة للغاية